عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة خطة التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ترجمة نانسي قنقر